السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم في مادتنا لغة الجميلة سوف نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى درسنا عن رفع المبتدى والخبر بالعالمات الفرعية كنت قد كلفتكم بحل إحدى التطبيقات التي تكون تصنيف الكلمات إما بعلامة فرعية أو علامة أصلية سوف نناقشها ولكن بعد التمهيد بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا أرحب الطلاب والطالبات المضمين إلينا من فئة الصم وضعاف السمع كما يشاركني في هذا الدرس الزميلة الأستاذة يسرى الشهري في ترجمة درسنا بلغة الإشارة إذن موضوع درسنا يولى أبطال رفع المبتدى والخبر بالعالمات الفرعية الجزء الأخير بإذن الله نتوكل على الله ونستعرض الأهداف المراد تحققها بإذن الله التعرف على المبتدى والخبر في الجملة استنتاج علامة إعراب المبتدى والخبر الفرعية التعرف على رفع المبتدى والخبر بالعلامات الفرعية إذن هذه وظيفة نحوية رفع المبتدى والخبر بالعلامة الفرعية أيها الأبطال تحدثنا عن هذا المثال والمثال الذي يظهر أمامنا هو نوع من أنواع الجمل في اللغة العربية وسبقا تحدثنا أن في اللغة العربية لدينا نوعان من الجمل جملة اسمية وجملة فعلية درسنا عن الجملة اسمية الجملة اسمية تبدأ بإسم ويسمى هذا الإسم المبتدى والمبتدى يحتاج إلى خبر الخبر كالإسم يأتي ليتمم معنى أو إفاد للمبتدى الصدق ما به الصدق أحسنتم منجح بهذه الطريقة أستطيع أن أصل إلى الخبر جملة اسمية الصدق اسم جاء في بداية الكلام فهو مبتدى منجح الكلمة التي أتمت الفائدة فهي خبر المبتدى والخبر دائما مرفعان دائما مرفعان أيها الأبطال إما بعلامة أصلية أو علامة فرعية وعلامة رفعهما في الجملة التي معنا هي الضمة وهي علامة أصلية في ضوء خبرة السابقة عن المبتدى والخبر أكمل الجدول الآتي تحدثنا عن هذه الأمثلة أيها الأبطال ونستذكر بعض النقاط المهمة فيها ألا وهو نقوم بتحديد المبتدى والخبر في الجملة ونحدد نوع هذا المبتدى والخبر من حيث مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم ثم نذكر علامة رفعهما الأصلية أي المبتدى والخبر العلامة الأصلية كتاب الله أحسنتم نور إذن المبتدى كتاب نوعه مفرد الخبر نور ونوعه مفرد كليهما الكتاب ونور علامة رفعهما أحسنتم الضمة الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة موجبة للأجر المبتدى الأعمال نوعه جمع تكسير الأعمال لو نعود إلى المفرد عمل جمع أحسنتم تكسير أحسنتم بارك الله فيكم الأعمال إذن جمع تكسير الجمع تكسير يرفع بعلامة أصلية وهي الضمة الخبر موجبة نوعه مفرد العلامة المبتدى والخبر الضمة النوع الثالث الدرجات الدرجات مفرد درجات درجة إذن هي مؤنث إذن الجمع منها يسمى مؤنث سالم جمع مؤنث سالم الدرجات الرفيعة غاية المؤمن المبتدى الدرجات نوعه جمع مؤنث سالم الخبر غاية نوعه مفرد العلامة الضمة علامة الرفع هي الضمة وهي علامة أصلية إذن استنتجنا بارك الله فيكم أن علامة رفع المبتدى والخبر الضمة العلامة الأصلية إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم أيضا في هذا الجدول بارك الله فيكم سوف يتحدث عن العلامة الفرعية الأولى وهي علامة نستنتجها سويا الوالدان حنونان على الأبناء الوالدان كم أحسنتم مثنى إذن العلامة الفرعية سوف تكون عن المثنى الوالدان مبتدى الخبر حنوناني نعوهما مثنى أما علامة رفع المثنى هي الألف أيها الأبطال نأخذ الجملة الأخيرة الخصمان حاضران أمام القاضي المبتدى الخصمان أما الخبر حاضران نوع الخصمان والحاضران من حيث العدد مثنى أحسنتهم أما علامة الرفع الألف إذن برك الله فيكم أستنتجوا أن علامة رفع المبتدى والخبر إذا كان مثنى فهي الألف أيضا أكمل الجدول في هذا الجدول سوف نتحدث عن جمع الحاضرون جمع ماذا أحسنتم جمع مذكر سالم بزيادة وونون أحسنتم الحاضرون في مجلس العلمي مظهورون المبتدى الحاضرون الخبر مظهورون النوع جمع مذكر السالم علامة الرفع جمع مذكر السالم أحسنتم الواو المؤمنون مخلصون المبتدى المؤمنون الخبر مخلصون علامة أما النوع فهي فهم في المبتدى والخبر جمع مذكر سالم علامة الرفع الواو بنفس الطريقة الظنون بإخوانهم سوء الظن آثمون الظنون مبتدى آثمون خبر النوع جمع مذكر سالم علامة الرفع الواو استنتج بارك الله فيكم أن علامة رفع المبتدى والخبر الواو إذا كان جمع مذكر سالم أيضاً من خلال هذا الجدول سوف نتعرف على أو نستذكر على الجملة العسمية من حيث الأسماء الخمسة نأخذ المثال الأول أولاً أبوك رجل فاضل المبتدى أبوك نوعه اسم من الأسماء الخمسة علامة الرفع الواو أما الخبر رجل أبوك رجل خبر نوعه مفرد العلامة علامة الرفع الضمة إذا الأسماء الخمسة علامة رفعها أحسنتم الواو أيضاً سوف نأخذ الجملة الأخيرة فوك ناطق بالحق المبتدى فوك نوعه اسم من الأسماء الخمسة علامة الرفع الواو أما الخبر ناطق نوعه مفرد علامة رفعه علامة أصلية وهي الضمة السنتج بارك الله فيكم من هذا الجدول علامة رفع المبتدى والخبر الواو إذا كان أحد الأسماء الخمسة ثم استعرضنا هذه الخريطة المعرفية التي تختص بالعلامات الفرعية العلامة الفرعية لرفع المبتدى والخبر الواو إذا كان جمع مذكر سالم أو اسم من الأسماء الخمسة والألف إذا كان مثل إذا كم من لدي علامة فرعية أحسنتم علامتان الألف الواو والألف الواو والألف كنا كنا قد توقفنا عند هذا التطبيق في الدرس السابق وهو أحدد العلامة الأصلية والعلامة الفرعية في هذه الكلمات الطيبون أيها الأبطال العلامة أصلية أم علامة فرعية الطيبون مفردها أحسنتم طيب وهي جمع هنا جمع ماذا جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم يرفع وعلامة رفعه أحسنتم الواو إذن هي علامة فرعية الواو علامة فرعية الإحسان جمع مذكر الإحسان مفرد و يرفع المفرد بعلامة أصلية وهي الضمة إذن أصلية الشاكران أحسنتم متنى علامة الرفع الألف الألف علامة أصلية أم فرعية أحسنتم بارك الله فيكم علامة فرعية إذن استعرضنا العلامة الفرعية والعلامة الأصلية هنا الواو هنا الألف وهذه علامة فرعية الضمة علامة أصلية بهذه الطريقة أكمل فيصل مفرد و يرفع بعلامة أصلية الضمة أخوك اسم من الأسماء الخمسة علامة رفع أخوك أحسنتم علامة فرعية لأنه يرفع وعلامة رفعه الواو القلوب القلوب أيها الأبطال علامة أصلية أم علامة فرعية لو استصعب عليك الأمر أضعها في جملة مفيدة سوف تتضح القلوب أولا نمعها جمع جمع ماذا جمع تكسير مفردها قلب أحسنتم بارك الله فيكم جمع تكسير يرفع بعلامة أو يرفع وعلامة رفعية العلامة ما هي أحسنتم أضم إذن هي علامة أصلية المصلون جمع مذكر سالم نستخدم العلامة الفرعية القانتات جمع مؤنث سالم ونستخدم العلامة الأصلية القانتات الشاهقات الشاهقات نستخدم العلامة الأصلية الضمة الموهوبان مثل أننا نستخدم الأعلامة الفرعية وهي الألف بهذه الطريقة بإمكانكم إيقاف المقطع والتأكد من إجاباتكم ثم العودة وننتقل إلى التدريبات التي تليها لدينا تفكير ناقد حول بعض الجمل نذكر منها الجملة الصحيحة وما سبب أن الجملة صحيحة أو إذا كانت الجملة خاطئة وما هو السبب دعونا نقرأ السؤال أولا أو الفكرة نجري مسابقة مع المجموعات الأخرى في الصف عن طريق مشاركة مجموعة في إعمال التفكير الناقد في تصنيف الجمل الآتية صحيحة وخاطئة مع التعليل ثم نتبادل الإجابات مع المجموعة الأخرى ونحدد الفائز الجمل مذكورة لديكم أسفل هذا الأسفل المقطع سوف نتحدث عن هذه الجمل أيها الأبطال مرقمة لدي أولا أشرح لكم الطريقة والفكرة هذه الجملة الأولى الجملة الثانية الجملة الثالثة الجملة الرابعة ولدي أربع خانات في هذا الجدول إذا كانت الجملة صحيحة فماذا لو افترضنا أن الجملة الأولى صحيح سوف أكتب هنا رقم واحد وأبين لماذا صحيحة إذا كانت خاطئة أكتب الرقم في الخانة الخاطئة وأبين لماذا هي خاطئة نقرأ الجملة الأولى أيها الأبطال الطلاب مسؤولين عن المحافظة على كتبهم الدراسية أين المبتدى؟ الطلاب الخبر الطلاب مسؤولين مسؤولين هنا أيها الأبطال خبر مرفوع على مترفعه أحسنتم الواو وهنا مكتوبة لدينا جميل جدا إذن سوف أضع رقم واحد في الخانة الخاطئة وأذكر السبب الجملة الخاطئة لأن الخبر أتى منصوب هنا الخبر أتى منصوب والصواب أنه مرفوع بهذه الطريقة أيها الأبطال أنا أترك لكم التفكير والبحث في الجمل عن المبتدى والخبر والتأكد من الصحة ومن عدم الصحة ثم تدوينها ومناقشتها مع معلميكم أكتفي بشرح فقرة واحدة وأنتقل وإياكم إلى هذا الواجب أيها الأبطال أحدد المبتدى والخبر وعلامة رفعهما في الجمل الآتية الصديقان متعاونان أخوك تاري كل الكذب السعون إلى الخير مشكورون العلماء مكرمون هذه الجمل أحدد المبتدى والخبر ثم أحدد علامة رفع المبتدى وعلامة رفع الخبر جدا سهلا أيها الأبطال أعتقد بإذن الله سبحانه وتعالى بعد أن أنهينا هذا الدرس بشكل مفصل أستطيع أن أحدد المبتدى والخبر وعلامة الرفع أيها الأبطال الصديقان مبتدى وعلامة رفعه الألف متعاونان خبر وعلامة رفعه الألف لماذا الألف؟ الصديقان متنى ومتعاونان أيضا مثنى إذن الإجابة الصديقان وعلامة الرفع الألف الخبر متعاونان علامة رفعه الألف هذا واجب منزلي أيها الأبطال شرحت لكم طريقة حل الواجب أريد منكم إكمال الواجب وعرضه على المعلم والمعلمة أنتقل أيها الأبطال أيضا إلى الواجب الثاني أضع في كل فراغ مما يأتي مبتدأ أو خبرا مناسبا واذكر علامة رفعه لدينا أربع جمل بها نواقص أريد أن أكمل الناقص إما مبتدأ أو خبر ثم أذكر علامة العرابية فراغ ماهران فراغ وأمك فاضلان المعلمون فراغ التاجراني فراغ هنا سوف أأتي بالمبتدأ وهنا بالمبتدأ وهنا بخبر مناسب وهنا بخبر مناسب سوف أقوم بالإجابة على الأولى ماهران أستطيع أن أقول المهندسان ماهران حددت لكم العلامة العرابية وهي الألف وأستطيع أن أكتب رقم واحد مرفوع علامة رفعها أحسنتم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف وهكذا مع الجملة الثانية والثالثة والرابعة بنفس الطريقة أيها الأبطال أخيرا بارك الله فيكم أكتب جملة مفيدة عن الأخلاق والفضائل تحتوي على مبتدأ وخبر مرفوعين بالعلامات الفرعية بالعلامات الفرعية كتبت أنا مثال الصادقون محبوبون وهي تدلع من صفات ومن الأخلاق والفضائل الجميلة أن نتصف فيها الصادقون محبوبون وعلامة فرعية لماذا؟ جمع مذكر سالم مرفوع علامة رفعه الواو أيضا محبوبون جمع مذكر سالم مرفوع علامة رفعه الواو أريد منكم عدة جمل بعد أن ينتهى عرض هذه الإجابات على معلميكم بارك الله فيكم إلى هنا أيها الأبطال نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا بل وصلنا إلى نهاية درس رفع المبتدأ والخبر بالعلامات الفرعية وتعرفنا على المبتدأ والخبر في الجملة أيضا استنتجنا علامة الإعراب أو علامة إعراب المبتدأ والخبر العلامة الفرعية أيضا تعرفنا على رفع المبتدأ والخبر بالعلامات الفرعية بارك الله فيكم أيها الأبطال لا تنسوا أن تقوموا بتنفيذ الواجب وعرضه على معلميكم ونلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في درسا قادم إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة